قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يحمي عبده الموت من الدنيا وهو يحبه يحمي من الدنيا ومن فيدى من الدنيا لأنه يحبه يمنعه من الرزق ومن العقاب أنه يحبه إن الله عز وجل لا يحمي عدده الموت من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضة من الضعار والشرار تخافون عليك دروا عندك أكد في البيت مريض؟ ديابة ما تكونش سكانيات بتفعي السكة ما تكونش نافل إدادة يرفع عبدان؟ بيحسن ولا مش بيحسن هل أنت تتاومت؟ حينما تبنعه من الطعام والشرار كله وإنما تخاف عليك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يحمي العبد والموت من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضة من الطعام والشرار تخافون عليك أيها الإخوة هناك بعد المواطف وبعد الصبح التي تدل على ذلك منها رجل في البادية كما يقول مصروف رجل في البادية عنده ديد وعنده سمار وعنده كلم الدين يوطد من الصلاة والشمار يبقلون عليهم أنفعتهم إنه كان إلى مكان ولكلم يحوصهم وذات يوم جاء أشباعهم فأخذ الدين فحسنوا عليه لذين الرجل الصالح كان صالحاً بالفعل فقالوا لعجله الخليل وذات يوم جاء الدين ففتق بطن الخبار ففتقه فقال الرجل الصالح لعجله الخير أيضاً وبعد ذلك هذا الكلب فقال لعجله الخير وفي ذات يوم لما أصبح الصباح وجدوا من حولهم تدفروا من حولهم في البادية تدفروا وأخذوا فقال هذا الرجل الصالح وأخذوا بأسواة الكلام والحبيل والبيئة فحسن الحمد لله رب العالمين ولا عده وخير ما عده لاش بيئة ولا بلاك ولا حبيل فحسن الحمد للغاية 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 شكرا